اخبار هامة وعاجلة للشعب العراقي وردتنا الآن سلام عليكم متابعي قناة اخبار العراق قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتنصلكم الاخبار العاجلة والحصرية بلاس خارت تصل النجفة للقاء المرجع الى اعلى السيد علي السستاني وصلت ممثلة الامم المتحدة جنين بلاس خارت اليوم الاربعاء الى محافظة النجفة من اجل لقاء المرجع الى اعلى السيد علي السستاني وقال مراسلنا ان بلاس خارت وصلت صباح اليوم الى مدينة النجف الاشرفة وفي وقت سابق من يوم الاربعاء افاد مصدر مطلع بان ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جنين بلاس خارت ستزور محافظة النجفة لمقابلة المرجع الى اعلى السيد علي السستاني وقال المصدر ان ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جنين بلاس خارت ستزور اليوم الاربعاء النجف لمقابلة المرجع الى اعلى السيد علي السستاني والتجري ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق زيارات عديدة للمراجع الدينية والشخصيات السياسية بين الحين والآخرة ويذكر أن آخر لقاء جمع بلاس خارتة مع المرجع الأعلى كان في عام 2020 شهر أيلول بعد بلوغها ربع نهاء مونديا لقطر مقتل الصدر المغرب أمل لانتصار العروبة عيث علق زعيم التيار الصدري مقتل الصدر على تأهل المنتخب المغربي لربع نهائي في مونديا لكأس العالم 2022 في قطر بعد تغلبه على نظيره الإسبانية بركلات الترجيحة وكتب الصدر في تدوينة على تويتر المغرب أمل لانتصار العروبة وانتهت الأشواط الأصلية للمباراة والإضافية بالتعادل السلبية أتمكنت المغرب من تسجيل ثلاث ركلات جزاء بينما أضاع المنتخب الإسباني ثلاث ركلات تصدى الحارس المغربية لاثنين منها وللتذكير هذه تعد أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديالة بعد بلوغ المغرب عام 1986 والسعودية 1994 والجزائر عام 2014 ثم النهائي سابقا الداخلية تنوه إلى فتح باب التطوع على ملاك قيادة قوات الحدود حيث أعلنت مديرية التطوع في وزارة الداخلية عزمها فتح باب التطوع على ملاك قيادة قوات الحدود قالت المديرية في بيانة إنه سيتم في الساعات المقبلة فتح باب التطوع على ملاك وزارة الداخلية قيادة قوات الحدود على موقع مديرية التطوع الإلكترونية وضفت أنه سيتم نشر التفاصيل كاملة في وقت لاحق لذلك يستوجب التنويه البنك المركزي لا علاقة لنا بتثبيت المحاضرين وأصحاب الإجورة حيث أكد البنك المركزي العراقي أنه لا علاقة له بموضوع تثبيت المحاضرين وأصحاب الإجورة العاملين في مؤسسات الدولة وقال مصدر المخول في البنك المركزية أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتناقل صدور رأي عن البنك المركزية لا يؤيد تثبيت المحاضرين وأصحاب الإجورة مؤكدا أنه لم يصدر أي شيء عن البنك المركزية أو محافظه إضافة إلى أنه لا علاقة للبنك بهذا الموضوع الذي يتعلق بمهام الحكومة وخياراتها ورؤيتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية وأضاف أن سياسة البنك المركزي كانت دائما تدعم رؤى الدولة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتأمين فرص العمل من خلال مبادراته التنموية التي تجاوزت أموالها مبلغ 18 رليون دينار عراقية داعيا وسائل الإعلام إلى ضرورة استنقاء المعلومات من خلال القنوات الرسمية الموثوقة مجلس الوزراء يتخذ جملة قرارات في جلسته الأخيرة حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء واجرى خلال الجلسة بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد والتداول بشأن عدد من الملفات والقضايا المهمة إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة بصددها وتحدث سيادته خلال الجلسة عن العلاقات الخارجية للعراق مؤكدا أن الزيارات الخارجية تساعد في بلورة علاقات خارجية متوازنة على أن لا تكون الزيارات شكلية إنما العمل على تحويلها إلى مشاريع عمل حقيقية ووجه بأن يركز الوزراء في زياراتهم الميدانية إلى المحافظات على مشاريع البنى التحتية وأن تتوافق قراراتهم في تلك الزيارات الميدانية مع أولويات الحكومة في منهاجها الوزارية وشدد أيضا على ضرورة التوجه نحو المشاريع الاستراتيجية وفي إطار النهوض بالواقع الزراعي في العراق ولغرض دعم المزارعين والفلاحين للموسم الزراعي الحالية قرر مجلس الوزراء الآتي تخويل السيد وزير الزراعة صلاحية شراء ستون ألف طن من سماد الدابة وبما لا يزيد عن سعر مليون وخمسمائة وخمسين ألف دينار للطن الواحدة كمية إضافية للمتعاقد عليها سابقا والبالغة 90 ألف طن من وزارة الصناعة واستثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة الثالثة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية النافذة وفي النهج ذاته لدعم المزارعين والفلاحين ومن أجل الحفاظ على منتوج الذرة الصفراء أقر مجلس الوزراء ما يأتي أولا يتم الاستعانة بمعامل القطاع الخاص المجازة أصوليا لضمان عدم ضياع محصول الذرة الصفراء والتخويل وزارة الزراعة بالتعاقد المباشر معها استثناء من أساليب التعاقدة واستخدام مطارات وزارة الدفاع كمساحات لاستلام عرانيص الذرة الصفراء بإدارة وإشراف وزارة الزراعة ثانيا تضمن موازنة عام 2023 مبلغا قدره 250 مليار دينار لغرض استكمال شراء الذرة الصفراء للموسم الحالي 2022 على أن يتضمن قانون الموازنة المذكور أعلى نصا يتحول بموجبه حاصل بيع الذرة الصفراء لمربي المواشي ما نسبته 70% للخزينة العامة و30% لكل من شركتي وزارة الزراعة ما بين النهرين للبذور والعراقية لإنتاج البذور ووصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وأصدر بشأنها القرارات الآتية أولا الموافقة على تعديل قرارين مجلس الوزراء 287 لسنة 2021 و179 لسنة 2022 بحسب الآتي نقل ملكية 3000 دون من معسكر الغزلاني إلى وزارة الدفاع الحالية استخدامها وفقا لأغراضها وأهدافها دون بدل على أن لا يتم استخدامها مقرات أو ثكنات عسكرية وتخصص المساحة المتبقية من المعسكر لإنشاء مشروع استثماري سكني يتم إعلانه من وزارة المالية على وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 على وفق متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 2019 ثانيا الموافقة على الإعلان عن الاستمارة الخاصة لسد الشاغر في عضوية مجلس الخدمة الاتحادية المعدة من لجنة الأمر الديواني رقم 27 لسنة 2021 والمرافقة ربط كتاب مجلس الخدمة الاتحادية وفقا للشروط المذكورة في المادة خامسا من قانون مجلس الخدمة الاتحادية رقم 4 لسنة 2009 ثالثا تعديل الفقرة اثنان من قرار مجلس الوزراء رقم 295 لسنة 2022 بشأن مشروع ماء الخضر والدراجي في محافظة المثنة لتصبح بحسب الآتي توقيع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة اتفاقية التمويل بين التنمية الألمانية والحكومة العراقية بالسرعة الممكنة المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء